توجه الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروز بلقب بطولة كاس مصر للموسم الحالي 2020-2021 عقب فوزه على غريم التقليد الزمالك والذي يقوده فنيا حسين زكي بنتيجة 26-23 وكان الشوت الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 15-11 قبل أن يحافظ على تقدمه خلال أحداث الشوت الثاني أقيم اللقاء مساء السبت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر والجدير بالذكر أن الزمالك قد طوج منذ أيام بلقب بطولة دور المحترفين عقب فوزه على غريم التقليد الأهلي بنتيجة 18-17 في المباراة الفاصلة التي أقيمت مساء السنين الماضي على صالة الدكتور حسن مصطفى أيضا وكان الأهلي قد صعد للنهائي عقب فوزه على نظيره الظهور بنتيجة 33-32 فيما تأهل الزمالك للمباراة النهائية عقب فوزه على نظيره اليوبلس بنتيجة 30-29 ألف مبروك لنادي الأهلي وهارض لك لنادي الزمالك وأحلى حاجة النهاردة الروح الرياضية بين العيبة اللي اتنين هننقوا بعض ومنتهى الروح الرياضية وده اللي احنا عايزينه دايما يكون موجود